اهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نصرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها انقلاب شاحنة كبيرة محملة بالاسماك ولن الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو شهدت الطريقة المدارية المحاذية لحي تيرت بمدينة قلميم يوم عام ستلعتها تلاتين غشت الجاري وقوة حادثة سير مروعة وذلك اثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير محملة بالاسماك وكشفت معصادر مطلعة ان الحادث المذكور وقع نتيجة فقدان السائق السيطر على المقود الامر الذي تسبب في انقلاب الشاحنة واضفت المعصادر ذاتها انه جرى نقل السائق المصاب صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لقلميم من اجل تلقي العلاجات الضرورية يذكر ان السلطات المحلية والامنية قد حلت بعين المكان قصد الوقوف على ظروف وملابسات هذا الحادث المروع كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء